انضمت واحة الاحساء في المملكة العربية السعودية ومدينة قلهاة التاريخية في سلطنة عمان إلى قائمة التراث العالمي خلال الاجتماع الثاني والاربعين للجنة التراث العالمية المنعقدة حاليا في البحرين كما انضم موقع أثري في كينيا إلى القائمة ذاتها ليكون بذلك ثالث موقع تختاره اللجنة من بين الترشيحات المعروضة عليها حاليا وستنظر اللجنة حتى الأول من يوليو فيما تبقى من قائمة معروضة عليها تضم ثلاثين موقعا جديدا مرشحا لدخول القائمة